شفى مسؤول ملف الأسرة لدى أحماس موسى دودين أن خمسة دول عربية وغربية حاولت مراراً إخراج صفقة تبادل الأسرة بين الحركة وإسرائيل كانت آخر محاولة قبل فترة قصيرة إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل على حد قوله وقال دودين إنه على الرغم من الجهود التي بذلتها مصر والتركيا وقطر وسويد وألمانيا لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية لأن إسرائيل رفضت الاستجابة للشروط المسبقة ومنها إطلاق صراح محرري صفقة شاليط الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم مرة أخرى